السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل أكلة سهلة جدا في يوم تكون الفسلانة قمت عمليها توقف تقطع الحاجة في عشر ديالي تضعها في الفرن تستوي خلال نص ساعة تبقى عندك فهيتة حلوة قوي تبقى معه جميل جدا جدا هنشوف الطريقة ازاي مأزير الفهيتة سأضعها في الفرن سأضع صمية وضعها ورق شم وضعها كل المكونات تستوي خلال الفرن لا يوجد أكثر من هذا صمية سأضعها وضعها ورق لتضع الفراخ بعد أن أقبلها تستوي هنا كمية من صدر الفراخ وأي فلفل عندك فلفل اللون مثل هورومي وبصل سأضع الشرائح وعندي التوابل عبار عن أي توابل تحبيه هنا سأستعمل طوم بودرة بابريكا كسبرة كسبة شوية طوم مفهوم نحن أستغني عن الطوم البودرة لا يوجد مشكلة وضع معلقة أسل سود ومعلقة زيت زتون وملح وفلفل هنا قطعت الفلفل ملون والبصل وعندي شرايح الفراخ كل اللي هعمله هعمل بس تدبيلة اللي هحط فيها الفراخ بس تدبيلة هجيب معلقة الطم المكهوم معلقة الطم البودرة قصبره نشفه و قصبره نشفه و قصبره نضيفه على الكلام ده قصبره زيت زيتون قصبره عصب تشيل قصبره ملح قصبره غريغ ملحة غريغ قصبره يخضره قطعه قصرره قصبره قصبره اضع الفراخ على الصنية البشرة تنديد على طول وعليها البصل والفلفل الألوان اقلب الكلام جيد ثم اضع الفراخ يجب على الصنية نزل الكبيرة وعليها من الوضع يجب عليها في الكرن وحضر يجب عليها وعليها وعليها لأجتزيل الكبيرة اضع البطاطس وعليها السورة أخري كمان حاجة هنفطها هيا شوية جبنة شيدر كده ببروشة كده سيبها بقى تسيح كده عليها هي سخنة نجيب بقى الفحمية دلوقتي دلوقتي هيا تلعت خلاص من الخرن وعايزين بقى ندور نشوف طعمها ايه نسأل كده وبينهود دي وشوف طعمها ايه ماذا رأيك طعمها ايه والولد طعمها ايه